تعال نشوف مع بعض المثال ده أنا عندي العدد 57 مليون و300 ألف إزاي أقدر أحطه على الصورة القياسية لاحظ معين الصورة القياسية عبارة عن عدد أزمة بين الواحد والعشرة مضروف في عشرة أسنون طيب إزاي أشتغلها علشان أصغر العدد ده وخليه عدد أقل من العشرة إزاي أخليه عدد أقل من العشرة هنحتاج هنا إلى العلامة العشرية طيب هي فين العلامة العشرية لو أنا عندي عدد صحيح تأكد من العلامة العشرية هتبقى موجودة في الأول زي ما احنا شايفين هنا العلامة العشرية موجودة في الأول طيب لما أجي أحط العلامة العشرية المفروض أحطها بحقس أنه يبقى معي العدد أصغر من العشرة ما بين الواحد للعشرة فبالتالي أنا أتحرك بالعلامة العشرية دي لغاية فين؟ لغاية ما بين السبعة والخمسة ما بين السبعة والخمسة إيش معنى؟ لأنها يصبح عندي خمسة وتلاتة وسبعين من مية طب راحة فين الأصفار تعالوا نشوف مع بعض إحنا تحركنا كم حركة ولاحظ عند التحرك إلى جهة اليسار هيبقى معي هنا القس بالموجب تعالوا نشوف كم حركة تحركناها أو تحركتها إيه العلامة العشرية أنا عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبع فهتصبح عشرة قس سبع فبالتالي أنا حركت العلامة من الأول لغاية ما بين سبعة وخمسة وعدينا عدد الأرقام اللي موجودة ما بين السبعة والخمسة لأنها هم سبع أرقام فتصبح خمسة وتلاتة وسبعين من مية مضروبة في عشرة قس سبعة تعالوا نشوف مع بعض لو أنا عندي العدد صغير جدا أو العلامة العشرية قريدي موجودة أنا عندي العدد مية خمسة وتلاتين جزء من عشر عشرة مليون بنحددها ازاي؟ لو عندي العلامة بعد تلات أرقام بتبقى جزء من ألف بعد رقمين بتبقى جزء من مية تعالوا نشوف العلامة موجودة بعد كم رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع مين اللي عنده سبع أرقام مين عنده سبع أرقام أو سبع أصفار اللي هي العشرة مليون المليون عندها ستة والعشرة مليون عندها سبعة عشان كده احنا قريناها مية خمسة وتلاتين جزء من عشرة مليون طب يا بس أنا مش عارف أقراها مش ضروري تقراها المهم تعرف تحرك العلامة العشرية بحيث انك تحطها في مكانة صحيح عشان نعمل الصورة القياسية طيب أنا بتالي العلامة موجودة فأنا هتحرك جهة ايه؟ هتحرك جهة اليمين خد بالك لما بتحرك جهة اليمين القس هنا نون اللي هي عشرة قس نون القس هنا هيكون معي بالسالب وتعالوا نشوف هنحرك العلامة كم خطوة أنا أحرك العلامة واحد, اتنين, ثلاثة, أربعة, خمسة هحطها ما بين الواحد والثلاتة يا مس ليه محطتيهاش ما بين الثلاتة والخمسة بصوا بقا معي أنا لو حطيت العلامة ما بين الثلاتة والخمسة هتصبح 13 وخمسة من عشرة هتصبح 13 و 5 من 10 وأنا عندي شرطة أساسي إن العدد الأول هو ألف لازم يبقى ما بين الواحد والعشرة وال13 عدد أكبر من العشرة عشان كده لما حركت العلامة حطتها ما بين الواحد والثلاثة فبالتالي وضعت العلامة ما بين الواحد والثلاثة أشوف حركتها كم حركة هتلاحظ معي حركتها 5 حركات أصبح نون هنا بخمسة بس مش موجة بخمسة هتبقى سالب خمسة مش معنى لإن إحنا تحركنا جهة اليمين فبالتالي لما منحرك العلامة العشرة جهة اليمين تكون نون أدد سالب ويصبح العدد الصورة القياسية بواحد وخمسة وثلاثين من مية ضرب عشرة قس سالب خمسة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن